في وقت يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحصار الأمريكي والغربي عليه قررت الخارجية الأمريكية تصعيد موقفها في وجهه من بوابة حزب الله بيان الخارجية الأمريكية الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني اعتبر أن وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية يستمر في إعاقة العمل الحكومي الفعال ضد الحوادث الإرهابية وبالتوازي مع حملة بعض دول الخليج ضد لبنان وحزب الله قال بيان الخارجية الأمريكية أن الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قبل الولايات المتحدة مثل حزب الله وداعش متهما الحزب بمواصلة أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وإذا اعتبر البيان أن لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش أعاد التذكير بأن واشنطن قدمت المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان في مجافات واضحة للحقيقة لأن واشنطن مارست ضغوطا كبيرة على السلطات اللبنانية لعدم القيام بعملية عسكرية ضد مجموعات داعش والنصر التي احتلت مساحات واسعة من جرود القاع وعرسال وفي محاولة لإعادة تنشيط مساعيها لتعديل القرار 1701 خصص بيان الخارجية الأمريكية حيزا للتشديد على أن الحكومة اللبنانية رفضت السماحة لليونيفل بالتحقيق في مناطق يشتبه في أن حزب الله بحسب البيان قد حفر منها أنفاقا عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو يخبئ أو يصنع أسلحة فيها